اشتركوا في القناة المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هذه العلاقة التي رسخها الاجداد والاباء والابناء طوال هذه السنوات لتصبح اليوم مثالا يحتذا به على علاقة بين بلدين وشعبين شقيقين ربطهما النسب والمحبة قبل ان يربطهما جسر الملك فهد وفي العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم استمر جلالته في البناء على ارث هذه العلاقة التاريخية بين البلدين فشهد عهده الزاهر زيارات متبادلة عززت من التعاون المشترك وعززت المصالح المشتركة على كافة المستويات لسيما السياسية والاقتصادية كما حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على تحقيق تطلعات قائدي البلدين لتتجلى للعيان بذلك في العديد من المواقف والمبادرات ومنها تأسيس مجلس التنسيق السعودي البحريني وتستذكر مملكة البحرين وهي تشارك شقيقتها السعودية بهذا اليوم زيارة التاريخية الأخوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مملكة البحرين التي احتفت يومها بهذا الحدث الكبير والعزيز على أبناء المملكتين والاحتفال بما يخص المملكة العربية السعودية ليس بجديد على مملكة البحرين وشعبها إذ دائما ما تمثل أي زيارة ومناسبة وإنجاز للسعودية موضع اعتزاز ومودة لأبناء مملكة البحرين إن أبناء وبنات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية أثبتوا دائما أنهم أشقاء في كل المحافل دون استثناء فكانوا وسيبقون خير مثال لما تربوا عليه من محبة وأخوة صادقة لم ولن تتزعزع وخير محقق لرؤى وتضلعات قيادتي البلدين الشقيقين